السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي في فيديو جديد ونهار جديد عن اختكم نادية كما راكم تشوفوا مايس افكتو شوكولة نواغ بوبكورن وشوكولة نواغ او مايس بالشوكولاتة السوداء اقعدوا معي وشوفوا طريقة التحضير فرجة ممتعة كما تعرفوا دائما نشعل القاز على نار قليلة قليلة ونديروا طاجين يكون شوية تقين مايكونش خفيفة على فكرة باش ماينحرق الناش هذك المايس وراكم تشوفوا في الطريقة وكما راكم تشوفوا دائما من ديري المايس كما تطيطي اللي بغتي بغتي تطيري بزير ديري ما بغتيش ديري غي حاجة قليلة وعينك يا ميزانك كما تريدين ديري المايس داعك هذه بشكل اخر ودخلت انا شوكولة هكا باش تكون مش تعطي اللون ولا كما تعرفوا بالإدرارية يأكلوا بعينيهم قدام فمهم ولا عرغة درت الزيت ودرت شوكولة اللي كان هي من الاحسن تكون شوكولة سوداء ايو نغطيها ونخليه بقون تتخلطي هكا بفدك الزيت باش ما ينحرق الناش شوكولة ما تنحركش ايو شتب اللي خاص خاص شو يدرا هكا مايس هكا باش يكون قاع للقاع تعطاجين يكون مغطي بالمعيس هادي هي ان شاء الله يا ربي ما تنسوش الذكر والاستغفار والصلاة على الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد اللهم آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقين عذب النار قد لي حركت مليح مليح شوكولة دابت قلوه نقص دائما على نارقليه لهاكا باش يقب على غرده باش ما ينحرق الناش ونغطيه وترقبه الفقر فقر 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 فقرعات الأولى كما نقولو احنا الحباب منتو اللي تتردك فقر عقفو ما نش حاسي والله هدي هي راحة للعربية لازم ما يكونوش حداكم الدراري بس كي نقلعو الخيطة هادا كل اللغلية كتا على طاجين يبدأ يترتق ويطير على الواحد والله مرحبا بكم دائما عن اختكم نادية اتشرفت ونورت في اي وقت دار داركم وانتم موليها والتوجوغ راحبوا بالمشتركين الجدد اللي تحقوا بالقناة راكم في دار الامان وكما يعرفني بعض بانني صادقة اتعامل بصدق مع اللي يتعامل معي بصدق توجوغ ندرق رايقين خلط نخلط كي نسمع واحد اصاي بدات تترتق نغطي هدي بالخاف خاطرش اه قط عارفو الزيت وشوكو لا هدي كي تكون كنو حامين بزا فا يحرقو الواحد احنا كبارنا عارفو بصح كي يكونوا هكا دراري صغار ما هد يخاف عليهم اتشنع العراني غنخلط هكا ما نش بغية شوكولت نحرق سيبوغسا والله يبغوه دراري انا عندي شاك ميركرودي لابخي ميدي كي يكونوا دراري ولداتي هكا قاعدين في الدار أختار هين ديروا لهم هيا هيا عداد اطارت قد سيبدال كشغل حماو وهضي قاعد اطارتك دراربك هل لاش سيبوغلي يجي دولكو بغرخ ولي وصل للدر بكرراني في خمس دقائقه وعشرين التانية ماينساش ايداش جامل الفيديو جازك امو الله خير وييفعل الجرس ويخلي تعليق مناسب للفيديو جازاكم الله خير هذه هي الطريقة التعامل مع القنوات ولا كي تكون حساب ولا قناة تجديدة دخلت عندك ولا بغيت تشوفي الواحد ولا لازم حتى تشوفي الفيديو على الاقل منصف المدة وعلى الاقل على الاقل ثلاثة دقائق ديروا هذا الجام وديروا اشتراك وخلوا تعليق وربي يحفظكم ويعطيكم متمنى ويرزقكم بالصحة ويفرحكم بولداتكم كما راكم تمانين ان شاء الله يوصلوا هذه هي يلا كما راكم تشوفوها قادروا يكون حلو كما تعرفوا دائما الغاز يكون قليل يكون خفيف ما يكونش قاوي قاوي بزيف بس شكوا لك ما تعرفوا بالخفة بالخفة تنحرق ايه درق سايدة يقول لي وحدة مراختة شوفوا جمال فقرع يا ربي رحت علي هذه الكلمة ها تنسوا يا نادية نحركوا هكا كما هكا بداية يترطقوا ويبالي ينهزوا هكا الطاجين باش نتأكدوا بللي ما هو شلازك ويكي يشوفو كما هكا بداية يترتقعوا والطاجين نتعمر نقصه ونطفقه للغاز ونخلوه لبقات وحدة ولا زوج ما هيش ما هيش مطرد قام عليهش حتى شباش نايفيتو الطاجين بما ينحرقناش هذه هي هيا بعد اللي كملت هدا هو شوفو جمال هدا بوبكورن وشوكولة سوختو سوختو شوكولة نوخ ان شاء الله هيا هيا بعد ديرولو سكر ولا ديرولو ويا هي مليح كي تديرولو شي سكر وشوية ملح باش نديرو نعادلو في الدوغ هيا ها هي شاهدكم في الجنة هيا نوضو دروك هكا إذا وصل لكم الفيديو ورابخي ميدي ديرولو ليداتكم هي دروك صعيلة كان الحالة راح في الليل سيبالا بين ويا لازم راح ديسي بحاجة قليلة وإذا عجبتكم الفكرة تبخلوش علينا بالجام جزاكم الله خير وإلى فيديو آخر بحول الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته وبركاته